بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد عليه أفضل صلاة وتم التسليم أهلا وسهلا بكم أخوة الطلاب أخوات الطالبات في درس هذا اليوم بعنوان أشكال الجزيئات وبالتحديد التهجين وهذا الدرس من ضمن دروس كيميا الصف الثاني الثانوي في النظام الفصلي للفصل الدراسي الأول محدثكم أخوكم نوح العواد فأهلا وسهلا بكم سوف نتعلم في هذا اليوم كيف نستطيع التعرف أو تعريف التهجين فمن خلال درس هذا اليوم سوف نعرف أو تعرف التهجين كذلك سوف نتعلم كيف توضح كيف تتم عملية التهجين بمعنى ما هي خطوات التهجين ونطبق هذه الخطوات ثم أن تستطيع أن ترسم الأشكال الفراغية لبعض الجزيئات بالاعتماد على بيانات وخطوات معينة فلنبدأ على بركة الله لو لاحظنا هذه الصورة هناك أربع روابط أو أكثر بين الجزيئات المترابطة فنلاحظ هنا في رابطة بين الذرتين هنا أيضا في رابطة مختلفة بين الذرتين مختلفتين وهنا أيضا رابطة بين الذرتين مختلفتين فكل هذه الروابط يجب أن يكون لها مقدار من الطاقة وبالتالي لو نظرنا إلى الأربع الروابط الموجودة في الأطراف فنلاحظ أن شكل هذه الروابط متشابه وبالتالي فإن طاقة الرابط الأولى سوف تساوي طاقة الرابط الثانية والثالثة والرابعة وبالتالي حتى تتساوي هذه الطاقة يجب أن تكون طريقة ترابط هذه الثرات متماثلة بمعنى حتى يحدث تساوي في الطاقة يجب أن يكون الترابط متماثل متكافئ ويكون ذلك عادة عن طريق تداخل بعض المجالات حتى تتكون لنا مجالات جديدة متساوية في الطاقة تسمى بالمجالات المهجنة إذن ماذا نقصد بالتهجين يقصد بالتهجين هو الطريقة التي يتم فيها خلط المجالات الذرية لتكوين مجالات جديدة مهجنة ومتماثلة يعني الهدف من التهجين هو تكوين مجالات جديدة تتميز بأنها تكون متماثلة متماثلة في إيش؟ متماثلة في الشكل والطاقة فلذلك الذرات التي سوف تتداخل أو سوف ترتبط من خلال هذه المجالات المهجنة سوف تكون متساوية في الطاقة وبالتالي إذن يقصد بالتهجين هو الطريقة التي تتم فيها خلط المجالات الذرية من أجل تكوين مجالات جديدة مهجنة ومتماثلة مثال كيف تتم عملية التهجين في غاز الميثان؟ غاز الميثان هو عبارة عن ذرة كربون محاطة بأربع ذرات هيتروجين فبالتالي هل الإلكترونات التي سوف تربط ذرة الكربون مع أربع ذرات هيتروجين متساوية في الطاقة أم لا؟ فللتعرف على ذلك نتبع الخطوات التالية بداية نوزع توزيع إلكتروني لذرة الكربون سنقول وان ستوه ستوه تو بي تو عندنا إلكترونين في البي وبالتالي هذه الإلكترونات تكون موزعة على ثلاث غرف هذه الغرف تو بي اكس تو بي واي تو بي ز فنجد فنجد أن في الغرفة الأولى فيها إلكترون والغرفة الثانية فيها إلكترون لكن لم يتبقى إلكترون للغرفة الثالثة والسبب في ذلك أن المدار بي يحتوي على إلكتروني وبالتالي عندنا أيضا في نفس مستوى الطاقة ولكن في مستوى الطاقة إس إلكتروني فمن هذه العلاقة نستطيع خلق أربع مجالات متساوية في الطاقة لأننا نحتاج في ذرة الكربون إلى أربع روابط مع الهيدروجين نحتاج أربع روابط مع الهيدروجين وحسب الإلكترونات المفردة الموجودة عندنا فإن ذرة الكربون من المفترض أنها لا تستطيع إلا تكوين رابطتين وبالتالي سوف نأخذ أحد إلكترونات إس وننقله إلى المدار بي الفارق لكي تصبح المدارات بالشكل التالي حيتبقى إلكترون عند الإس ويكون بهذا الشكل وإلكترون عند البي إكس وإلكترون عند البي واي وينتقل إلكترون جديد عند البي زد وبالتالي أخذنا أحد إلكترونات المجال إس ووضعناه في المجال توبي زد وأصبح عندنا أربع مجالات مهجنة أربع مجالات مهجنة متماثلة ومتساوية في الطاقة نتيجة تداخل مستوى من الإس مع ثلاث مستويات من البي فأصبحت عندنا أربع مجالات مهجنة أربع مجالات مهجنة من نوع مجال من الإس مع ثلاث مجالات من البي فلذلك يسمى هذا التهجين بي إس بي إثري إذن يسمى هذا التهجين بي إس بي إثري نظرا لتداخل مجال من الإس مع ثلاث مجالات من البي وبالتالي يتكون لنا أربع مجالات مهجنة وهذه الأربع المجالات من نوع Sb3 إذن شكل غاز الميثان يمكن كتابته بأحد الصور التالية من الممكن توزيع ذرات الهيدروجين بشكل بناء بسيط بهذا الشكل ذرة الكربون تكون محاطة بأربع مجالات مهجنة مرتبطة مع ذرات الهيدروجين أو بأربع روابط مرتبطة بأربع روابط مع ذرات الهيدروجين أو في هذا الشكل يبين لنا أن ذرة الكربون ارتبطت مع ذرة الهيدروجين الأولى بمجال مهجن من نوع Sb3 وكذلك هنا من مجال مهجن وكذلك هنا وكذلك هنا فارتبطت الأربع الروابط بمجالات مهجنة يعني أن هذه المجالات جميعها متساوية في الطاقة وبالتالي يمكن كتابة أيضا شكل غاز الميثان بالشكل التالي بما أن المجالات المهجنة متساوية في الطاقة فتكون ذرات الهيدروجين موزعة حول ذرة الكربون بشكل يمثل أقل مقدار من التنافر فلذلك تكون ذرة الكربون موجودة في مركز المركب وذرات الهيدروجين الأربع بما أنها متساوية في الطاقة فيكون أقل مقدار من طاقة التنافر لها هو أن تكون هذه الذرات الأربع موجودة في زوايا هرم رباعي الأوجه نتي للتدريب التالي برضو بنفس الفكرة طالب منا أرسم أو كتابة خطوات التهجين لهذا المركب وهو جزء الإيثين نفس الفكرة تماما لما نوزع التوزيع الإلكتروني للكربون سنجد أن المستوى الطاقة تو إس عنده إلكترونين وتو بي عنده إلكترونين فلذلك الغرفة الثالثة من غرف البي لا تحتوي على إلكترونات فيتم أخذ إلكترون من البي أو عفهم من الاس ونقله للمدار بي فتصبح عندنا أربع إلكترونات مفردة ولكن في هذا الجزء سوف نأخذ مجال من الاس ومجالين من البي فقط ما السبب في ذلك؟ ما السبب في أننا نحتاج إلى مجال من الاس مع مجالين من البي فقط؟ السبب في ذلك هو أننا نحتاج لأحد هذه الإلكترونات في ذرة الكربون الأولى مع إلكترون من ذرة الكربون الثانية من أجل الحصول على الرابطة الثنائية وبالتالي الرابطة الثنائية تختلف طاقتها عن جميع الروابط الأحادية فلذلك لا نحتاج إلى مجال مهجن فلذلك سنستخدم ثلاثة إلكترونات وسيتبقى لدينا إلكترون وحيد غير مهجن وبالتالي سيتبقى لدينا إلكترون وحيد غير مهجن فيتكون لدينا ثلاث مجالات مهجنة ثلاث مجالات مهجنة من تشارك إلكترون من الاس مع إلكترونين من البي أو مجالين من البي وبالتالي سيكون نوع التهجين إذن سيكون نوع التهجين بمعنى أن كل ذرة من ذرات الكربون سوف تكون لديها ثلاث روابط ثلاث روابط هذه واحدة اثنين ثلاثة ثلاث روابط متساوية في الطاقة ولكن الرابط الرابع طبعا هذه الروابط المتساوية في الطاقة ستكون من نوع سيجما هذه الروابط الثلاث ستكون من نوع سيجما وبالتالي هذه الثلاث الروابط تكون متساوية أما الرابط الرابعة فهي تكون الرابط الثنائية وتكون من نوع باي وهذه الرابطة الرابعة تكون مختلفة في الطاقة فلذلك يكون إلكترونها لم يدخل في عملية التهجين وبالتالي لدينا إلكترون لم يدخل في عملية التهجين فكوّل لنا رابطة ثنائية وبالتالي نظرا لتداخل مستوى واحد من مستويات الـ S مع مستويهم من الـ B تكوّل لنا ثلاث مجالات مهجنة من نوع S-B-2 إذن تداخل مستوى من الـ S مع مستويين من الـ B فتكوّل لنا ثلاث مجالات مهجنة من نوع S-B-2 وهذا هو شكل جزء الميثان أو عفواً جزء الإيثين معلش؟ جزء الإيثين يمكن كتابته بالصورة البنائية بالشكل التالي أو بشكل المجال أو بشكل أزواج الإلكترونات الرابطة بهذا الشكل أو بشكل الكرة والعصى فيكون بهذا الشكل ونوع التهجين فيه سوف يكون من نوع S-B من نوع S-B ذرة الكربون نحتاج إلى إلكترونات ذرة الكربون فنحتاج نقل إلكترون الـ S إلى قرفة الـ B البارقة فيصبح لدينا إلكترون واحد من الـ B وتصبح لدينا ثلاث إلكترونات في العفون سيكون لدينا إلكترون واحد في الـ S وثلاث إلكترونات مفردة في الـ B ونظراً لأن هذا الجزء توجد فيه ذرتين كربون وذرتين هيدروجين يعني يعني كل ذرة كربون تكون الرابطتين لمجالين مهجنين وبالتالي نحن نحتاج إلى مجالين مهجنين فقط فنأخذ مجال من الـ S مع مجال واحد من الـ B ويتبقى لدينا إلكترونين في الـ B يتبقى لدينا إلكترونين في الـ B لا يدخلان في عملية التهجين وبالتالي كل إلكترون من هذه الإلكترونات سوف يكون لنا رابطة من نوع B وبالتالي حيحدث تداخل حيحدث تداخل بين مجال من الـ S مع مجال من الـ B وبالتالي حيتكون لنا تهجين من نوع S-B2 وعدد المجالات المهجنة الناتجة هي مجالين فلذلك كل ذرة كربون سوف تكون لنا كل ذرة كربون سوف تكون لنا رابطتين من نوع S-S فذرة الكربون الأولى سوف تكون رابطة S-S بين الكربون والكربون وكذلك بين الكربون والهيدروجي فيتبقى لدى كل ذرة كربون في مجالين لم يدخلها في عملية التهجين فلذلك سوف تنشأ رابطة من نوع B يعني سوف تتكون لنا رابطة ثنائية ورابطة ثلاثية بسبب وجود زوجين أو إلكترونين لم يدخلها في عملية التهجين وبالتالي الرابطة B نستنتج من المثال هذا والمثال السابق أن الروابط من نوع B تتكون من مجالات غير مهجنة أما الروابط التي تتكون من نوع Sigma فهي تكون في مجالات مهجنة لأن طاقة الروابط Sigma لابد أن تكون متساوية وبالتالي لابد أن تكون المجالات المترابطة بين الذرات مجالات متساوية في الطاقة أي مجالات مهجنة وبالتالي يمكن كتابة شكل الإيثين أو الإيثايين أو الأستيرين بهذا الشكل ذرتين كربون مرتبطتين برابطة ثلاثية مع ذرتين هيدروجين ويمكن تمثيلها بأزواج الإلكترونات الرابطة أو بشكل الكرة والعصى ومثل ما قلنا سوف يكون لكل ذرة كربون مجالين مهجنين مجال يربط بين الكربون والكربون ومجال بين الكربون والهيدروجين فلذلك سوف يتشارك مجال من الـ S مع مجال من الـ B لتكوين مجالين من مهجنين من نوع S بي فقط نأتي الآن إلى الأشكال الفراغية للجزئات تعتمد الأشكال الفراغية على عدد الأزواج التي تشترك فيها الذرات وكذلك الأزواج الغير مرتبطة يعني أزواج الإلكترونات الحرة الموجودة على الذرة فمثلا لما نجي نتكلم عن إكلوريد البريليوم البريليوم أحد عناصر مجموعة الثانية فلما نجي نكتب ترمثيل اليويس للبريليوم سنجد أن البريليوم عنده إلكترونين حرين فقط ويشارك مع ذرة الكلور بإلكترون فتتكون له رابطتين مع ذرتين من الكلور وبالتالي حيكون عندنا عدد الأزواج الإلكترونية الرابطة أو ما تسمى المشتركة هي زوجين من الإلكترونات ولا يوجد أي زوج على ذرة البريليوم غير مرتبط فلذلك مجموعة الأزواج الإلكترونية حول الذرة المركزية هي زوجين فلذلك سوف يكون تهجينها بما أنها تكون لنا رابطتين فقط فحيكون نوع التهجين فيها S-P وتكون أو يكون شكل هذا المركب بشكل خطي إذن أي جزء تشترك فيه زوجين فقط تشترك الذرة المركزية فيه زوجين من الإلكترونات من أجل تكوين روابط ولا يوجد أي أزواج إلكترونية حرة فيكون شكل الجزء خطي المثال الثاني ALCL3 ذرة الألمنيوم أحد عناصر مجموعة 13 وعندها ثلاث إلكترونات حرة عند ذرة الألمنيوم ثلاث إلكترونات حرة وبالتالي سوف تكون لنا ثلاث روابط مع إلكلور وبالتالي سوف يكون عدد الإلكترونات التي تشترك بها الثرة المركزية ثلاث إلكترونات ولا توجد على ذرة الألمنيوم أزواج إلكترونية حرة وبالتالي عندنا ثلاث أو العدد لكل الأزواج هي ثلاثة وبالتالي بما أننا نحتاج إلى ثلاث روابط فنحتاج إلى ثلاث مجالات مهجنة يعني سنأخذ مجال من ال-S مع مجالين من ال-B ويكون نوع التهجين S-B-2 وبالتالي سوف يكون شكل المركب يكون في شكل مثلث مستوي بمعنى تكون ذرة الألمنيوم في مركز المثلث وذرات الكلور موجودة في زوايا المثلث الثلاث شكل غاز الميثان أخذنا نوع التهجين عليه وقلنا نوع التهجين هو S-B-3 نظرا لمشاركة ذرة الكربون بأربع إلكترونات في تكوين أربع روابط وبالتالي سوف يكون شكل جزء الميثان هرم رباعي الأوجه نأتي الآن إلى هذا السؤال حدد الشكل وعدد المجالات المهجنة في جزء CO2 جزء CO2 يعني عندنا الكربون وهنا سيكون في رابطة مع الأكسجين وهنا في رابطة ثنائية مع الأكسجين وبالتالي نقول أن هذه الروابط لها نوعين نوع سيجما والرابطة الثنائية من نوع باي ونقول أن الروابط من نوع باي تكون أو تتكون من مجالات غير مهجنة أما الروابط من نوع سيجما فهي تتكون في مجالات مهجنة وبالتالي بما أننا عندنا رابطتين مهجنتين أو رابطتين ناتجتين من مجالين مهجنين فيكون نوع التهجين في هذا المركب من نوع SB وتكون عدد المجالات المهجنة بما أنها اشتركت مجالين ستكون عندنا رابطتين وبالتالي إذا كان نوع التهجين هو SB أو كانت عدد الروابط الناتجة من التهجين هي اثنين لأن الروابط باي تعمل على أنها رابطة مع سيجما فتحسب على أنها رابطة واحدة فيكون شكل الجزء أو شكل المركب في شكل خط مستقيم أو يكون عفوا في شكل خطي ولا يكون في شكل منحني إذن بسبب وجود رابطتين سيجما ورابطتين باي فإن الرابطتين سيجما هي الرابطتين التي تتكون في عملية التهجين ويكون التهجين من نوع SB نأتي للجزء الثالث أو لهذا الجزء ثالث هيدريد الفوسفور الفوسفور من ضمن عناصر مجموعة 15 فعنده خمس إلكترونات هذه الخمس الإلكترونات توجد منها ثلاث إلكترونات حرة فتكون ثلاث روابط مع الهيدروجين ويتبقى إلكترون أو عفوا زوج من الإلكترونات غير المرتبط فيكون لدينا ثلاث أزواج مرتبطة وإلكترون غير مرتبط أو زوج من الإلكترونات غير المرتبطة فلذلك حيكون عندنا مجموعة الأزواج أربعة ويكون نوع التهجين هو من نوع SB3 أيضا وفي هذه الحالة في حال وجد الزوج من الإلكترونات فإن هذا الزوج سوف يؤدي إلى زيادة التنافر بين هذه الذرات فتكون هذه الذرات موجودة في قاعدة هرم مثلثي ولكن تختلف الزاوية مع زوج الإلكترونات وبالتالي سوف يكون شكل هذا الجزء مثلث هرمي مثلث هرمي أو هرمي مثلث القاعدة إذن مثلثي هرمي أو هرم مثلث القاعدة جزء الماء الأكسجين هي الذرة المركزية وعندها 6 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي وبالتالي سوف ترتبط ذرتين الهيدروجين في شكل منحني بسبب وجود زوجين من الإلكترونات الحرة فعندنا زوجين من الإلكترونات تكون لنا روابط وعندنا زوجين من الإلكترونات لا تكون روابط فلذلك يكون مجموعة لأزواج أربعة وبالتالي سوف يكون نوع التهجين أيضا من نوع SB3 وبسبب وجود زوجين من الإلكترونات الحرة فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الضغط على ذرات الهيدروجين حتى تكون في شكل زاوي وبالتالي سوف يكون جزء الماء منحني أو في شكل زاوي المركب التالي ذرة النوبليوم عندها خمسة إلكترونات حول الذرة المركزية وهذه الخمسة الإلكترونات سوف تكون لنا روابط مع البروم سوف تكون لنا روابط مع البروم وبالتالي سنجد أن حول الذرة المركزية وجود خمس أزواج من الإلكترونات المشتركة في تكوين الروابط وبالتالي سوف يكون لنا خمس مجالات مهجنة مجال من الـ S و 3 من الـ B ومجال سوف يكون المجال الخامس من الـ D وبالتالي سوف يكون نوع التهجين S-B-3-D وحيكون شكل الجزء هو ثناء الهرم تكون قاعدة الموجودة في المنتصف بين الهرمين مثلثي القاعدة وبالتالي سوف يكون لهذا الجزء ست أوجه ثلاث أوجه في الهرم العلوي وثلاث أوجه في الهرم السفلي تكون على شكل قاعدة مثلثة حدد الشكل وعدد المجالات المهجنة في جزء الأمونية عندنا النيتروجين النيتروجين أحد عناصر مجموعة 15 أو يعطينا العدد الذري في الاختبار فحنرسم تمثيل لويس له فنجد أن ذرة النيتروجين محاطة بثلاث إلكترونات حرة سوف تكون لنا ثلاث روابط مع الهيدروجين وزوج من الإلكترونات الغير مرتبط وبالتالي عندنا ثلاث أزوج مرتبطة وعندنا زوج حر وبالتالي مجموع الأزوج أربعة فحيكون نوع التهجين SbA3 بسبب وجود أربع أزوج ويكون شكل هذا المركب بسبب وجود زوج من الإلكترونات الحرة هرمي ولكن يكون مثلثي القاعدة وبالتالي تكون الإجابة الصحيحة هي الفقرة الأخيرة أخذنا الثلاث المركبات الأولى نأتي للمركب الأخير سادس فلوريد الكبريت الكبريت أيضا أحد عناصر مجموعة 16 وعنده 6 إلكترونات وهذا أيضا من المركبات الشاذة عن القاعدة الثمانية فذرة الكبريت مرتبطة مع 6 ترات فلور مع 6 ترات فلور فيكون عدد الأزوج المشتركة في تكوين روابط هي 6 ولا توجد على ذرة الكبريت أي أزوج حرة وبالتالي عندما يكون عندنا 6 أزواج حيكون نوع التهجين SB3D2 يعني مجال من الاس مع ثلاث مجالات من البي مع مجالين من الدي وفي هذه الحالة سوف يكون شكل الجزء ثماني ثماني الأوجه حدد الشكل وعدد المجالات المهجنة في جزء H2S الكبريت مثل ما قلنا من الشوي عندها 6 إلكترونات 1, 2, 3, 4, 5, 6 ترتبط مع ذرتين من الهيدروجين فحيكون هذه ذرة الهيدروجين الأولى وهذه ذرة الهيدروجين الثانية فنجد أن عدد الأزواج المرتبطة هي زوجين وعدد الأزوج الحرة هي أيضا 2 وبالتالي 2 مع 2 حيكون مجموعهم 4 فإذا كان عندنا 4 أزوج الحمد لله إذا كان عندنا 4 أزواج من الإلكترونات ولكن يكون نوع التهجين من نوع SB فإن شكل الجزء فإن شكل الجزء سوف يكون بشكل منحني إذن بسبب وجود زوجين من الإلكترونات الحرة حول ذرة الكبريت فإن هذه الأزوج سوف تؤدي إلى الضغط على ذرة الهيدروجين مما يؤدي إلى وجود زاوية بين ذرتين الهيدروجين وبالتالي يكون شكل الجزء منحني حدد عدد المجالات المهجنة في ما يلي SB عندنا مجال من الإس مع مجال من البي وبالتالي عدد المجالات المهجنة هي مجالين SB2 يعني عندنا مجال من الإس مع مجالين من البي وبالتالي مجموع المجالات المهجنة تكون ثلاث مجالات SB3 يعني عندنا مجال من الإس مع ثلاث مجالات من البي وبالتالي مجموعهم هيكون عندنا أربع مجالات مهجنة اختر التهجين المناسب في التركيب التالي نلاحظ أن في هذا التركيب تداخل مجال من الإس مع مجالين أو مع ثلاث مجالات من البي وبالتالي بما أن عندنا مجال من الإس مع ثلاث مجالات من البي فإن نوع التهجين سوف يكون من نوع SB3 اختر التهجين المناسب للتركيب التالي BF3 ذرة البورون أحد عناصر مجموعة 13 فعندها ثلاث إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي سوف تكون ثلاث روابط مع الفلور وبالتالي بسبب عدم وجود أي زوج من الإلكترونات الحرة حول ذرة البورون فعدد الأزواج الكلية هي ثلاث أزوج فحيكون نوع التهجين SB2 بسبب عدم وجود أي زوج من الأزوج الإلكترونية وبما أن عدد الأزوج الرابطة هي ثلاثة وكذلك نوع التهجين من نوع SB2 فإن شكل الجزء حيكون عفواً لا يكون مثلث هرمي بسبب وجود ثلاث أزوج لا يكون مثلث هرمي إنما يكون مثلث مستوي القاعد أو مثلث مستوي فقط نأتي إلى الختام هذا الدرس بهذا السؤال اختر الإجابة الصحيحة من الخيارات المتاحة لكل فقرة الفلك المهجن أو المجال المهجن في ذرة الكربون لجزء الميثان قلنا جزء الميثان هو أوغاز الميثان CH4 وبالتالي بما أن ذرة الكربون تحتاج إلى أربع روابط فنحتاج إلى أربع مجالات مهجنة وبالتالي سوف تكون عندنا مجال من S مع ثلاث مجالات من B وبالتالي يكون نوع التهجيم في هذه الحالة من نوع SB3 جزء ALCL3 بما أن ذرة الألمنيوم هي أحد ذرات مجموعة 13 فعندها ثلاث إلكترونات حرة يعني سوف تكون لنا ثلاث روابط ولا يوجد أي زوج حر وبالتالي سوف تكون أو يكون هذا الجزء في شكل مثلث مستوي بما أنه عنده ثلاث إلكترونات حرة فقط فإنه يكون لنا شكل مثلث مستوي إلكترونات الرابط باي تحتل مجالات مهجنة هل هذه العبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ قلنا الروابط الأحادية من نوع Sigma تكون مهجنة أما من نوع باي الروابط التي تكون من نوع باي فهي تكون غير مهجنة إذن الروابط التي تكون من نوع باي تكون غير مهجنة وبالتالي في هذه الحالة تعتبر هذه العبارة عبارة خاطئة ختاما تعلمنا في هذا اليوم مفهوم التهجين وقلنا أن مفهوم التهجين هو عبارة عن تداخل أو خلط مستويات غير متساوية في الطاقة من أجل الحصول على مجالات متساوية في الطاقة ومتماثلة وخطوات التهجين تعتمد على الإلكترونات الموجودة في المدار الخارجي وعدد الروابط التي تكونها الذرة المركزية فالروابط الأحادية هي الروابط التي تحتاج إلى مجالات مهجنة أي مجالات متساوية في الطاقة هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ترجمة نانسي قنقر